اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر لو مريض جالك وعنده اسهال 4 اسابيع او اكتر يعني عنده اسهال مزمن ازاي تقدر توصل للتشخيص بتاعه approach to chronic diarrhea حلقة النهاردة مخصصة للاطباء وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو بص يا سيدي الاسهال اصلا مختلف على تعريفه شوية لكن الخلاصة يعني ان المريض بيعمل حمام براز سائل او لين 3 مرات او اكتر في اليوم وبنقول ان عنده اسهال مزمن لو عده 4 اسابيع اقولك ان الاسهال المزمن ليه اكتر من 100 سبب فمش معقول ان اي مريض يجال عنده اسهال مزمن نعمله فحوصات 100 سبب او اكتر فلازم نضيق الاحتمالات على قد ما نقدر وعشان نعمل كده بيقسموا الاسهال ده لتلات انواع رئيسية يقولك يعني الاسهال اللي عنده ده انفرماتوري دايرية ولا واطري دايرية ولا فاتي دايرية وكل نوع منهم ليه اسباب معينة بتعمله وده هنتكلم عنه في نهاية الفيديو ونعرف نبز عن كل سبب وازاي بنشخصه وازاي اصلا بنعرف نوع الاسهال اللي عنده هذا المريض لكن دلوقتي خلينا نمشي السيستيماتيك بيفدنا كتير جدا وبرضو بيوصلنا للتشخيص في حالات كتير يعني اول حاجة بنعملها للمريض ان احنا بناخد منه تاريخ مرضي كويس جدا بنشوف المريض بتاعنا عايش فين لانه ممكن يكون عايش في منطقة فقيرة او منطقة فيها حروب او منطقة النظافة العامة فيها مش كويسة الميا مش نظيفة فالحاجات دي تخليك تشك اكتر حاجة ان يكون انفكشن عدوى لكن واحد تاني عايش في بلد متقدمة والنظافة عندهم كويسة وكل حاجة تمام يخليك تشك في الاي بي اس قولون العصبي انفرماتوري بقول ديزيز حاجة زي الكورون وغيرها ولو ان دي مش قاعدة مية في المية ما ممكن واحد عايش في بلد فقيرة ويجي له كورون ديزيزي لكن انا بقولك الاغلب يعني كمان تشوف تاريخ السفر ممكن يكون عايش في بلد متقدمة لكن سافر دولة فقيرة او منتشر فيها عدوى معينة او النظافة هناك مش كويسة نظافة المية والاكل والحاجات دي فبرضو يخليك تشك في الانفكشن كمان بتشوف عدد مرات الاسهال قد ايه والكمية قد ايه وبتيجي بالنهار وبالليل زي بعض ولا لا وليها علاقة بالطعام والصيام ولا لا مثلا مريض يقولك انا لما باكل اكل معين وليكن منتجات البان بيحصل عندي بعدها مباشرة انتفاخات وقلم ومغس واسهال هيخليك تشك في اللاكتوز انتلرانس واحد تاني قولك لا انا عندي اسهال بالنهار وبالليل وما لوش علاقة بالطعام يخليك تشك ان دي تكون حاجة زي الماكروسكوب الكولايتس مثلا او هايبرثيرودازم نشاط الغضة الدرقية والحاجات دي واحد تاني قولك لا انا ببقى عندي انتحانات او بتوتر بيحصل عندي اسهال ويبقى عندي مغس وانتفاخات ولما عمل الحمام بيستريح في الايام العادية احيانا يجي لامساك احيانا يجي لإسهال وحاجات زي كده فده هيخليك تشك اكتر في الاي بي اس او القولون العصب كمان بتشوف التاريخ المرضي للاعراض المصاحبة يعني واحد يقولك انه وزني نزل جدا طبعا هيخليك تشك في حاجات زي انفلماتوري باول ديزيز حاجة زي الكورون او تيومرز زي الليمفومة او كولوريكتال كانسر وغيرها وغالبا المريض ده هيحتاج من زور هل في دم مع براز ولا لا بنقول عليه ديزنتري او ديزنتريا او في صديد ولا لا لان لو حاجات دي موجودة يقولك ان دي برضو انفلماتوري دايرية وان الاسباب ممكن تكون او انفلماتوري باول ديزيز او كولوم كانسر برضو الحاجات دي هل في احمرار في العين هل في التهابات في المفاصل هل بيجيله طفح جلدي اريثمانودوزم او اريثمجانجرونوزم ممكن يخليك تشك في مين كورون ديزيز هل عنده طفح جلدي تاني اللي هو درماتايتس هبتفورم ممكن تخليك تشك في سيلياك ديزيز تشوف هل المريض بتاعك دا عنده امراض تانية ولا لا ممكن ترشيدك برضو يعني لو عنده سكر من النوع الاول يخليك تشك في الهايبرتايروديزم سيلياك ديزيز كورون ديزيز الامراض المناعية يعني هل هو عنده اتش اي في عنده ايدز مثلا ممكن يكون عنده عدوى انتهازية بتحسن مع الاتش اي في او يكون عنده ايدش اي في انتروباتي هل عنده مرض في الكبد او البنكرياز او القنوات المرارية لان زي ما احنا عارفين الكبد بيفرز عصارة هادمة وبيتعدي في القنوات المرارية والبنكرياز كذلك بيفرز انزيمات هادمة فلو في مشاكل في الحاجات دي هيبقى عنده مشاكل في الهضم وممكن يحصل اسهال كمان تشوف التاريخ المرضي للأسرة بتاعته هل عنده حد من اقرب ومن الدرجة الاولى مثلا عنده كولوريكتال كانسر او عنده كورون ديزيز مثلا هيخليكتو شك في الحاجات دي اكتر كمان تشوف الادوية اللي المريض خدها عايز اقولك ان معظم الادوية بتعمل اسهال فممكن يكون خد دواء معين الفترة اللي فاتت هي اللي عملت له المشكلة دي ملينات مضادات حيوية مسكنات علاك كيماوي بيعمل كولايتس وغيرها وغيرها من الادوية فلو في دواء معين بدأوا في الفترة دي ممكن يكون هو ده السبب ولما بنوقفه غالبا الاسهال بيقف هل عمل جراحة قبل كده المريض اللي شايل المرارة ممكن يحصل عنده حاجة اسمها بوستوكليستيكتيومي ديارية يحصل عنده اسهال واحد ازال اجزاء من الامعاء واحد عمل جاستريك بايباس النقطة التالية والمهمة هي فحص المريض ولو ان في حالات كتير بيبقى الفحص طبيعي لكن احيانا طلقت حاجات كده تقولك على التشخيص زي مثلا لو لقيت فقدان الوزن زي ما قلنا فقدان الوزن يقولك لا ده حالة مش كويسة ممكن يكون سيليك ديزيز ممكن يكون ثيومرز ليوميوما او كلوريكتل كانسر او بعض العدوى مثالي كذلك الأمر تشوف هل في عقد لنفوية متضخمة عنده ولا لا لو في عقد لنفوية متضخمة ممكن وبعد الاورام يكون بعد الاورام زي ليوميوما وكلوريكتل كانسر ممكن بعض العدوى مثالي هل لم يرتفع في فقط من درجة الحرارة ش PLA لان ارتفاع درجة الحرارة يقولك ان دائه ليوميويمو�inge ديريا أيضا بأسبابها ي própria بعض الاوراق ممكن تعمل كده انفراماتوري يباول ديزيز برضو يعمل كده تشوف المريض بتاعك مع اجزوفتارموس ولا لا جحوظ العين ممكن يكون عنده نشاط في الغضة الدرقية وما يعرفش وهو ده اللي عمله اسهال تشوف الطفح الجلدي زي ما قلنا ممكن يكون كورون ديزيز او سيلياك ديزيز تشوف هل في ندبات او سكارز لعمليات جراحية ولا لا زي ما قلنا تشوف فيه ماس تحت ايدك ولا لا ممكن الماس دي تكون ارجانوميجالي كابت متضخن طحال متضخن او ممكن يكون تيومر تحس الماس تحت ايدك كمان هل فيه اللوارلينبئديما ولا لا تورم السقين لو عنده مال نويتريشان وهيبوالبيومينيا الالبيومين عنده قليل يعمل تورم في السقين كمان الفحص الشرجي مهم جدا ما تنسهوش مهم جدا هنا ممكن تلاقي قرحة ممكن تلاقي ماس كتلة ممكن تلاقي دم ممكن تلاقي فيسيولا قناة او ناثور الحاجات دي كلها تقولك ان المريض بتاعنا ده لازم يعمل منظار للاسباب اللي قلنا عليها قبل كده كمان ممكن تلاقي فيكل امباكشن يعني المريض اساسا عنده امساك وعنده براز ناشف مش رادي ينزل وبينزل من حواليه شوية براز لين فالمريض بيفتكر ان عنده اسهال لكن هو في الاساس عنده فيكل امباكشن بنقول عليها سودودايريه فالفحص الشرجي مهم جدا النقطة التالتة ان احنا نعمله بعض الفحوصات طبيعي ان مريض جايلك وعنده اسهال اربع اسابيع او اكتر ان احنا نعمله فحوصات زي مثلا سورة دم كاملة ممكن يكون عنده اناميا لو في اناميا مش هنقول ان ده اي ب اس بقى قولون عصبي لا ممكن يكون انفلماتوري باول ديزيز ممكن يكون سيلياك ديزيز ممكن يكون تيومرز ممكن يكون بعض العدوى وهكذا كمان لو لقينا كرات الدم البيضة عالية يقولك ان دي انفكشن او عدوى نعمل اسر و سي ار بي لو طلعوا عاليين يبقى دي برضو انفلماتوري ديارية بالاسباب اللي قلنا عليها انفكشن تيومرز اي بي دي نعمل للمريض بتاعنا تي اس اتش اللي يكون عنده نشاط في الغضة الدرقية نعمله انتي تي تي جي كسكرينينج تاست كده عشان سيلياك ديزيز نعمله وظائف كلا والمعادن في الجسم عشان نشوف الاسهال ده هل عمل له جفاف او اثر على وظائف الكلا او اثر على المعادن في الدم ولا لا سوديوم بوتاسيوم كالسيوم وما الى ذلك كمان نعمله وظائف كبد زي ما قلنا نطمن على حالة الكبد كمان نبدأ نعمله تحاليل البراز او الحاجة التحليل العادي البي اتش بتاعت البراز لو اقل من خمسة ونص ممكن تقولك ان ده الاكتوز انتولرانس ممكن يعني كمان كرات الدم البيضاء لو عالية في البراز تقولك ان ده انفكشن او انفلاميشن كمان طبعا ممكن نشوف الاوفا او البرازايتس اللي موجودة التفايليات والحاجات دي ممكن تظهر في تحليل البراز فمهم جدا لكن فيه تحليل اخرى في البراز لازم نطلبها باسمها ما بتطلعش لوحدها زي مثلا دم خفيف في البراز لو طلع ايجابي يقولك ان المريض ده بينزل دم في البراز ممكن برضه تبقى بعد العدوى ممكن يبقى اي بي دي انفلماتوري باول ديزيز زي الكورون والالسراتف كولايتس ممكن يكون كمان من التحليل المهمة جدا في البراز فيه ده مهم جدا لو طلع ايجابي بيقولك ان فيه انفلاميشن ايضا ودور على سبب الانفلاميشن وغالبا المريض هيحتاج من نظار بعد كده زي وبعض الاوراق كمان ممكن نعمل مزرعة وحساسية للبراز لو انت شاكك فيه عدوى المريض كان بيسافر لبلد فقيرة زي ما قلنا او حاجة زي كده ممكن نعمله كمان لو مريض كان بياخد مضادات حيوية او محجوز في مستشفى ممكن نعمله عشان فيه تحليل اسمه استول فات باي سودانستين ده ممكن نعمله عشان نشوف فيه ضهون كتيرة في البراز ولا لا عشان تقول لنا ان دي حالة فاتي ديارية ده هل بقى نتكلم عنه بعد شوية كمان الفيكة الاوزموتيك جاب ان احنا بنقيس السوديوم والبوتاسيوم في البراز ونعمل معادلة بسيطة كده بيطلع لنا رقم ده بيفرق لنا بين سكرتوري ديارية واوزموتيك ديارية النوعين بتوع الواتري ديارية يعني الفيكة الاوزموتيك جاب على اسبابها وده هنتكلم عنه بعد شوية كمان ممكن نعمل المريض بتاعنا عشان نشوف عنده كمان ممكن نعمله في الدم عشان يعني نشوف فيه بروتين مال نوتريشن ولا لا واخيرا لو كل ده عملناه وما فيش سبب واضح قدامنا فالمريض بتاعنا بنعمله منذار وبناخد عينات ونحللها ونفحصها لان في بعض الحالات ممكن ما تظهرش غير بالمنذار والعينة زي مايكروسكوبك كولايتس مثلا ويبقى كده دول 3 خطوات مهمين جدا بيقللوا لك اللي احتمالات ويعرفوك الى حد ما التشخيص اول حاجة التاريخ المرضي بالنقط اللي قلنا عليها هو عايش فين؟ سافر ولا لا؟ كمية الاسهال بتاعته قد ايه؟ عدد المرات قد ايه؟ بالليل ولا بالنهار؟ ليه علاقة بالطعام ولا ملهاش؟ هل مع فوضان في الوزن؟ هل البراز ده في دم ولا لا؟ هل مع علامات اخرى؟ احمرار عين؟ التهبات مفاصل؟ طفح جلدي؟ هل عمل عمليات قبل كده؟ هل بياخد ادوية؟ هل عنده امراض تانية؟ هل عنده تاريخ مرضي في الاسرة؟ الامراض برضو ترشدك للتشخيص؟ زي ما قلنا التاريخ المرضي مهم جدا والنقطة التانية هي الفحص زي ما قلنا هل في فقدان للوزن؟ هل في تدخم في العقد النفاوية؟ هل في تدخم في الغدة الدرقية؟ ما قلناش هناك ممكن تلاقي تدخم في الغدة الدرقية؟ هل في جحوز في العين؟ هل في حمرار في العين؟ هل في طفح جلدي هل في ندبات الفحص الشرجي مهم جدا زي ما قلنا كمان بعض الفحوصات اللي بتعملها واللي من اهمها CBC, ESR, CRP, TSH, Anti-TTG, Fecal-Cal-Protecting, Stool Analysis, Stool-Cultural Sensitivity, Ocal-Budging Stool ولو الحالة كل ده ما وضحت شي ممكن نحتاج نعمل منظار وعينة ودلوقتي بقى تعالى نتكلم عن التقسيمة اللي قلناها في الاول ان احنا بنقسم الاسهال بتاع هذا المريض الى 3 انواع رئيسية وكل نوع فيهم ليه اسبابه Infermatory Diarrhea ليها اسبابها Watery Diarrhea والوطر ديارية دي ليها 3 انواع Secretory Diarrhea, Cosmotic Diarrhea, Functional Diarrhea والنوع الثالث اللي هي فاتي ديارية تعالوا مع بعض نعرف ازاي بنعرف النوع ده عند المريض و ايه اشهر الاسباب اللي بتعملها ونبزع عن كل مرض ونشخصه ازاي فيلا بينا اول نوع من الاسهال هي Infermatory Diarrhea تقول لي تابو هنعرف منين ان المريض بتاعنا ده عنده Infermatory Diarrhea اقولك من تحليل Calprotectin زي ما قلنا ده مهم جدا لو طلع ايجابي يبقى ديه Infermatory Diarrhea وندور على اسباب Infermatory Diarrhea كمان برضه هيساعدك شوية ان ال Esr عالي و CRP عالي ان فيه دم او صديد فيبراز ان فيه ارتفاع درجة حرارة كده يعني لكن الاساسي هو تحليل فيكال Calprotectin فلو طلع ايجابي فانت بتفكر في بعض الاسباب زي Infermatory Bowel Disease اللي هي Crohn Disease و Altherative Colitis Crohn Disease ممكن يجي في اي جزء من الجهاز الهضمي زي ما احنا عارفين بس احنا دلوقتي بنتكلم عن اسهال فطالما هو جايلك باعراض سفلية هنعمل منزار سفلي وناخد عينة ده هيشخص لك Crohn اما لو كان جاي باعراض علوية بقى بيرجع غسية مش عارف ايه ممكن يحتاج منزار علوي في حلقة عن ال Crohn اصلا بتفاصيلها تقدر تشوفها كمان بعض الفحوصات زي الاشعر المقطعية بالسبغة او الرانين بالسبغة ممكن يساعد شوية اما ال Altherative Colitis او التهاب القولون التكروحي ده بيجي في القولون بس وبرده الخلاصة هيتشخص ازاي؟ هيتشخص بالمنزار القولوني والعينة وبرده في فحوصات تانية ممكن تتعامل لكن احنا هنقول اكتر حاجة ممكن تشخص السبب ده ايه السبب التاني اللي يعمل Infermatory Diarrhea هو Diverticulitis ان واحد يكون عنده جيوب في القولون والجيوب دي حصل فيها Infection او حصل فيها Inflammation التهبت يعني فبتعمل اسهال هنشخصها ازاي برضو الاشعر المقطعية ممكن تفيدنا لكن التشخيص برضو بيكون بالمنزار السبب التالت اللي يعمل Infermatory Diarrhea هي Invasive Infections بعض انواع العدوى Invasive ومنها مثلا بكتيريا زي مين؟ كولسترديوم ديفيسيل طبعا ماريل كان بياخد مضادات حيوية او محجوز في المستشفى لاي سبب نشك في الكولسترديوم ديفيسيل نعمل تحليل ايه؟ كولسترديوم ديفيسيل توكسين انستول ولو حصل مضاعفات زي توكسيك ميجا كولن يعني ممكن نحتاج من نظار في الوقت ده انه التاني من البكتيريا مثلا سالمونيلا ممكن يبقى العين مزمن ويحصل معها كورونيك دايرية وتشخصها صعب شوية لاننا هنحتاج نعمل للمريض بتاعنا ده Serial Stool Culture يعني هنعمله مزرعة في البراز لكن اكتر من مرة لان المريض مش كل مرة يعمل حمام براز هيكون السامونيلا موجودة فيه لدرجة ان في بعض الاحيان ممكن نعمل منظار للمريض وناخد عينها من الديودينام ونحللها وبالنسبة للفي دال تست فاحنا عارفين ان هو مش دقيق قوي ومش بيفسر قوي هل دي عدوى حالية ولا سابقة لكن نظرا لانه هو ساعات اللي بيكون متوفر فلو طلع الفي دال تست عالي جدا اكتر من 4 مرات الطبيعي فممكن نقول ان دي عدوى موجودة دلوقتي كمان من البكتيريا اللي ممكن تعمل كده TBGITB ولو ان دي حاجة قليلة شوية ورخمة برضو في تشخيصها وصعبة في تشخيصها لكن ممكن نشخصها عن طريق ان احنا نعمل كولونوسكوبي وناخد عينات والعينات دي نعمل لها مزرعة وحساسية وكمان ممكن نعمل لها بي سي ار في بعض التحاليل ممكن تساعدك شوية لكن التشخيص زي ما قلنا ريخم شوية في تي بي زي كونتفرون تست وزي اي دي اي لأي سائل من سوائل الجسم لو المريض عنده قسيتس مسلا ممكن ناخد عينا ونعمل لها تحليل اي دي اي كمان المريض بتاعك ممكن تعمله CT scan يبايل لك بعض المواصفات اللي قدامك دي كمان الصنار ممكن يفيدك شوية كمان ممكن نعمل المريض بتاعنا chest x ray نشوف يكون عنده تي بي في الشست بالمرة ولا لا وممكن في بعض الاحيان بنعمل therapeutic trial يعني لو مش عارفين نوصل للتشخيص لكننا شكين فيه بشكل كبير ممكن نبدأ علاج للتي بي وبتلاقي المريض بتاعنا تحسن على العلاج كمان من البكتيريا اللي بتعمل كده يرسينيوزيز وغيرها بقى يبقى دي بعض انواع البكتيريا اللي ممكن تعمل inflammatory diarrhea فيه حاجة كمان من العدوى اللي ممكن تعمل كده اللي هي البرازيتك انفكشنز حاجة زي الجياردية مثلا ممكن تعمل كده خصوصا لو فيه تاريخ مرضي للسفر لمطيقة منتشر فيها الجياردية المفروض ان هي بتظهر بالسطول examination العادي بالmicroscopic examination بيوريك cysts or trophozoids لكن فيه تحليل تانية ممكن تدعمك برضو زي الجياردية antigen in stool ده متاح وPCR كمان متاح كذلك الامر انتميبة برضو بتظهر بالmicroscopic examination بتاع السطول عادي وبردو فيه انتميبة antigen in stool وممكن نعمل بي سي ار اذا لازم الامر كمان من البرازيتك انفكشنز حاجة زي الكريبتوس بروديم وغيرها كمان ممكن فيرال انفكشن تعمل كده زي السيتوميجالو فيروس وزي هيرب السامبليكس فيروس لكن دي حالات قليلة شوية انه يعمل chronic diarrhea يعني السبب الرابع اللي يعمل انفرماتوري دايرية هي التيومرز او الاورام زي كولوريكتال كانسر نشك فيه اكتر لو فيه دم بينزل في البراز لو المريض وزنه قل لو معي نايتس ويتنج او بعرق بالليل معي ارتفاع في درج الحرارة معي عقد اللينفوية زي ما احنا عارفين او تاريخ مرضي في الاسرة المهم يعني هيتشخص ازاي التشخيص الاساسي عن طريق كولونسكوبي اند بايوبسي منظر وعينة فيه تحاليل تانية زي السية ممكن تساعدك سي تي طبعا ممكن يساعدك كثير كمان من الاورام لينفوما ممكن يعمل كده والتشخيص بتاعها عن طريق لينفنود بايوبسي ان احنا ناخد عينة من العقد اللينفوية ونحللها وطبعا السي تي هيساعدك كتير جدا ويوريك هل فيه تدخم في الكبد تدخم في الطحال اماكن العقد اللينفوية فين اكتر مكان نقدر ناخد منه عينة ونحللها فين وهكذا كمان فيه تيومر او ورن اسمه فيلس ادينو كارسينوما ده جي اي تي تيومر بس بيجي اكتر حاجة في الكولون والريكتم برضو هيتشخص بالمنظر والعينة وطبعا برضو الستي والمري بيتسكان ممكن يساعدك كتير لكن التشخيص الاساسي منظر وعينة السبب الخامس اللي يعمل انفرماتوري دايرية ريديشن كولايتس ومن اسمها المريض يتعرض لاشعاع عشان مثلا كان بياخد علاج اشعاعي لورن في الحوض مثلا او حاجة زي كده ممكن يحصل معك كولايتس ويحصل معك كورونيك دايرية هتعرفها بالتاريخ المرضي المريض يتعرض لاشعاع وهتعرفها برضو بالمنظر والعينة يبقى كده تكلمنا عن اول نوع من انواع الاسهال اللي هي انفرماتوري دايرية واللي بنعرفها باكتر حاجة يعني بالفيكال كارد بورتيكتن اللي ب دايرية الاسهال المائي طبعا الفيكال كارد بورتيكتن هيطلع سلبي بقى لانه لو ايجابي تبقى انفرماتوري دايرية وبالنسبة للفاتي دايرية فدي هنتكلم عنها في النهاية خلينا دلوقتي في الواتوري دايرية الواتوري دايرية دي بيتقسمها لتلات انواع يا اما سيكريتوري دايرية يا اما اوزموتيك دايرية يا اما فانكشنال دايرية سيكريتوري دايرية زي ما قلنا المريض بيعمل اسهال بالليل وبالنهار ومالوش علاقة بالطعام ولو عملنا له التحليل اللي هو فيه كالاوزموتيك جاب هيطلع اقل من خمسين. ده يقول لك ان هي سكرتوري دايري اكتر يعني. الاسباب اللي تعمل كده زي ماكروسكوب كولايتس. ومع ان هي كولايتس يعني فيها التهاب في القولون لكن مفيش دم بينزل. ولو عملنا التحليل براز ما بيقاش فيه كرات دم بيضة عالية ولا حاجة. والفيكالكالب بروتيكتن بيطلع سلبي. والتشخيص بتاعها بيكون بالمنظار والعينة. السبب التاني هو الهايبرتيروديزم او نشاط الغدة الدرقية. فالمريج بتاعنا نعمله تحليل تي اس اتش. هيطلع قليل. كمان الكوليزم او الكحوليات ممكن تعمل كده. كمان باي الاسد ممكن يعمل كده. لو في مشكلة في امتصاص العسارة الصفر. العسارة الصفر المفروض لما تنزل في الامعاء الجسم يمتصها وبتساعد في امتصاص الدون والحاجات دي. لو العسارة الصفر نفسها لا تمتص بشكل طبيعي ممكن تعمل. طيب وهنعرفها ازاي هي دي برضو صعبة شوية في تشخيصها. لكن في فحص مثلا اسمه المريض بيبلع كابسولة فيها مادة مشعة. المادة المشعة دي شبه العسارة الصفر. وبعد كده بنصور المريض على فترات. ونشوف جسمه امتص هذه المادة المشعة ولا لا. لو امتصها بشكل طبيعي يبقى كده بيمتص العسارة الصفر بشكل طبيعي. لكن لو ما امتصهاش بشكل طبيعي فغالبا عنده وطبعا التحليل ده مش متوفر في كل البلدان. فيه تحليل تانية زي الفيكال بايل اصد. ان احنا الاسل بايل اصد في الستولز. وغيرها من التحاليل دي. السبب اللي بعد كده اللي يعمل سيكريتيوري دايرية بعض الاورام. زي مسلا جاستيرنوما وزي الفايبوما وزي الكارسينويد تيومرز. كمان طبعا بوستل سيرجيكال زي ما قلنا. واحد عامل ازالة للمرارة. واحد شايل اجزاء من الجهاز الهضمي. واحد عامل فاجوتومي. عمليات كده للمعدة حاجات زي كده يعني. كمان طبعا بعد الادوية ممكن تعمل سيكريتيوري دايرية زي بعض الملينات وغيرها. كمان فيه سبب ممكن يعمل سيكريتيوري دايرية اللي هو فاسكولايتس. عارفين ان الفاسكولايتس ده مرض مناعي بيعمل التهابات في الاوعية الدموية. ممكن يجي في اي جزء من جسم الانسان. فممكن برضو يجي في الجهاز الهضمي. ويعمل للمريض اسهال وينزل دمه حاجات زي كده. وبنشخصه بالمنظار والعينة برضو. اي نعم فيه تحاليل تانية ممكن تفيدنا زي دي. لكن الاساسي في التشخيص هو المنظار والعينة. يبقى كده اتكلمنا عن النوع الاول من الواتر دايرية. اللي هو سيكريتوري دايرية. النوع التاني اسمه اوزموتيك دايرية. وده لما بنيجي نعمل تحليل اللي هو فيه كالاوزموتيك جاب بيطلق اكتر من 125. ايه الاسباب اللي تعمل اوزموتيك دايرية? الاشهر هو سيليك ديزيز طبعا. وطبعا بتشك فيه لو المريض معاه اناميا. مع نقص في الوزن. معاه انفرتيلتي. معاه كرونيك فتيج. وطبعا اللي احنا بنعمله اللي هو انتي تي تي جي وانتي اندوميسيام. لكن التشخيص النهائي ايضا بيكون بالمنظار العلوي والعينة. كما من الاسباب اللي تعمل اوزموتيك دايرية هو لكتوز انتولرنس. زي ما قلنا المريض لما بيتناول اطعمة او مشروبات او منتجات البان فيها لكتوز. يحصل عنده قلم انتفاخ ومغص ويعمل اسهال. بنشخصه ازاي? زي ما قلنا ممكن تكون اقل من خمسة ونصف. في تحليل اسمه ان احنا ندي المريض بتاعنا طعام او منتجات البان او حاجات فيها لكتوز. ونعمل ده بعد ما ياخد الطعام ده بنلاقيه عادي. كما ممكن نعمل بندي للمريض بتاعنا برضو طعام او منتجات البان فيها لكتوز. ونقص له مستوى السكر بعدها على فترات. بنلاقي انه مستوى السكر مش بيعلى بشكل ملحوظ. معنى كده ان اللاكتوز اللي خده لم يمتص بشكل جيد. زيها بالزبط فراكتوز انتولرانس بس بدل اللاكتوز فراكتوز. الفراكتوز ده بنقول عليه سكر الفكهة. موجود في مشروبات الغازية وفي كتير من العصائر المحلية والحاجات دي. بس يمكن تشخيصه صعب شوية. هايدروجين بريت سيستم ممكن نعمله برضو. يعني نخلي المريض بتاعنا ياخد حاجات فيها فراكتوز. وبعد كده نعمل هايدروجين بريت تاست ممكن نلاقيه عالي. كمان ممكن نعمل فراكتوز تشالنج تاست. يعني المريض يبقى كويس ومستريح خالص نديله حاجات فيها فراكتوز. فنلاقي الاعراض بدأت تظهر. فده الى حد ما بيساعد في التشخيص. كذلك الامر في فحص او في طريقة اسمها اليمينيشن دايت. ان احنا نبعد عنه الطعام والمشروبات اللي فيها فراكتوز. فبنلاقي المريض تحسن تماما والاسهال تحسن. كمان من الاسباب اللي تعمل ازموديك دايرية بعض الادوية. منها ملينات ومنها حاجات تانية غير ملينات. النوع التالت من الوطر دايرية هو دايرية. وده شخص لو عملت له كل التحاليل في الغالب بتطلع طبيعيا. كالبروتكتن يطلع سلبي. صور الدم الكاملة ما فيش اناميا ما فيش اي حاجة. اوكلت بلد الستول. اي غالبا كل حاجة طبيعي. والمريض غالبا يقول لك انا بيجي لي الاسهال دا لما بتعصب زي ما قلنا او بتوتر او او الى اخره. وعن دماغس. والله ما يعمل حمام برازي الاعراب بتتحسن والقلم بيخف. بالليل وهو نايم ما بيجلوش اسهال. مفيش عنده اي علامات خطر. مفيش نقصان في الوزن. مفيش تدخل في العقد اللي الفوائي. كل اموره تمام يعني. فطبعا هتشبك في اي بي اس او او القورون العصري. طبعا تشخيصه بيكون كلينيكل روم كريتيريا. وطبعا لو انت شاكك في اي سبب تاني عضوي لازم نستبعده الاول. وكده يبقى تكلمنا عن الثلاث انواع بتوع الوزر دايرية. النوع الثالث والاخير من الاسهال اللي هنتكلم عنه هو فاتي دايرية او ستياتورية. معناها ان كمية الدهون اللي بتنزل في البراز زادت عن الطبيعي. بسبب سوق امتصاص هزيه الدهون. فممكن نلاقي البراز بقى ريحته وحشة اكتر من اللازم. لونه بقى فاتح ممكن يعوم على المية. وطبعا ممكن يكون لين او سائل. تقول لي طب هنعرفه ازاي ان المريض دا من الاساس عنده فاتي دايرية. اقول لك عن طريق ان احنا نقيس كمية الدهون. في طريقة تانية برضو ان احنا نجمع البراز وكده ونقيس كمية الدهون فيها لكن مش عملية. طيب ايه الاسباب اللي تعمل فاتي دايرية? ممكن سيليك ديزيز يعمل كده. تقول لي هو مش بيعمل اوزموتك دايرية. اقول لك لا برضو في ايه بعض الاحيان ممكن يعمل فاتي دايرية. جيارديا. تقول لي مش هي بتعمل انفرموتوري دايرية. اقول لك لا برضو ممكن تعمل فاتي دايرية. شورت باول سندروم. مريض عامل عمليات جراحية وعمل ازالة لاجزاء من الامعاء. كذلك الجاستريك بايباس. كمان ممكن اميلودوزيز. ترسب الاميلويد. زي ما احنا عارفين ممكن يحصل في اجزاء كتيرة من الجسم. لكن ممكن يحصل في الجهاز الهاضمي. بس ده شيء نادر يعني. وهيتشخص بالمنظار والعينة. كمان ممكن مزينترك اسكيميا. مريض يكون عنده تصلب في الشرايين. فالدم اللي بيغزي الامعاء هو كمان فيه تصلب شرايين وفيه مشاكل. فالمريض بيحس بالم بعد الاكل بساعة مثلا. وممكن يحصل معا الدم في البراز وحاجات زي كده. خصوصا لو المريض معاها ضغط وسكر وسن كبير ودهون مرتفعة في الدم وحاجات زي كده. ودي بتتشخص بالمزينترك انجيجرافي. ان احنا ندخل بأسطرة ونحق نسابغة ونصور. واحيانا سيتي انجيجرافي او ام اار انجيجرافي. كمان في بعض الاسباب التانية دي ممكن تعمل برضو فاتي دايريا. كمان من الاسباب اللي تعمل فاتي دايريا. بانكرياتك انصف الشمسي. ان الانزيمات اللي بتيجي من البانكرياز تكون غير كافية فيها عجز فيها مشكلة. واكتر سبب ممكن يعمل كده هو كورونيك بانكرياتيتس. يكون الشخص ده عنده التهاب مزمن في البانكرياز والتهابات متكررة في البانكرياز. ممكن طبعا سيستيك فيبروزيز وغيرها لكن اكتر حاجة كورونيك بانكرياتيتس. طب ودين شخصها ازاي كورونيك بانكرياتيتس طبعا هنحتاج سيتي اشعة مقطعية هتقولك زي كان فيه كالسفيكيشن اي ابنورماليتيز تانية في البانكرياز ولا لا او يكون فيه كانسر ولا لا وباقي الاعضاء التانية بالمرة. ممكن نعمل رانين مغماطيسي على البانكرياز والقنوات المرارية اما ار سي بي بتفيدنا كتير وبتورينا داكتل تشينجس اي حاجة في القنوات او الانبيب وبتقيم لنا الوظيفة بشكل كويس. ممكن في بعض الحالات نحتاج اي ار سي بي. كمان ممكن نقيز حاجات في اللي ستول زي كيموتريبسن واي الاستيز هنلاقيهم قليلين في حالات بانكرياتيك انصف شانسي. كمان من الاسباب اللي تعمل فاتي دايرية انا ديكويت باي الاسد. لو الشخص عنده اي مشكلة تخلي العسارة الصفرة اللي بتنزل من الكبد للمرارة للامعاء تكون قليلة. واحد مثلا عنده مشكلة في الكبد عنده تلايف في الكبد عنده اورام في الكبد. واحد عنده حصوات في القنوات المرارية. واحد عنده مشكلة في البنكرياس. واحد عنده مشكلة اخرى في القنوات المرارية زي وغيرها. فالمهم يعني ان اي مشكلة خاصة بالعسارة الصفرة ندور عليها ونعمل الفحوصات بتاعتها يعني نفحص او نعمل فحوصات لهذه الاجهزة لان ممكن تكون دي السبب في ان العسارة الصفرة قليلة ولا يتم هضم الدهون بشكل كويس فتنزل في البراز وتعمل فاتي دايريا وكده يا صديق العزيز يعتبر خلاصنا حلقتنا النهاردة لكن فيه نقاط هامة حيبيبقى قولها اولا ان التفرقة بين انواع الاسهال مش دايما واضحة امامنا بشكل جيد واحيانا بعض الامراض تعمل اكتر من نوع اصلا من الاسهال لكن التقسيمة دي الى حد ما مفيدة وخلاصة حلقتنا النهاردة عشان ما تتلقبطش ونلملك الدنيا ان المريض لو جالك وعنده اسهال مزمن اربع اسابيع او اكتر فانت اول حاجة بتاخد له التاريخ المرضي كويس جدا هو عايش فين سافر قريب ولا لا بياخد ادوية ممكن تعمل كده ولا لا عدد المرات قدي ايه والكمية قدي ايه وبتيجي بالنهار وبالليل ولا لا وعلاقتها بالطعام والصيام كمان الاعراض المصاحبة ايه هل في دم يبينزل في البراز هل في طفح جلدي هل في حمرار في العين هل ليها علاقة بالعصبية والتوتر ولا لا هل عمل جراحات قبل كده ولا لا بعد كده بتفحصه كويس جدا ممكن تلاقي بعض النقطة توريك التشخيص او التشخيصات المحتملة زي مثلا هل في نقص في الوزن هل في تدخم في العقد اللينفوية هل في تدخم في الغدة هل في جحوص في العين هل في حمرار في العين التهبت في المفاصل تضحي جلدي بانواعه هل في كتلة حستها عند فحص المريض هل في بريئين الفيستولا والفحص الشراجي مهم جدا زي ما قلنا بعد كده بنيجي على الفحوصات الرئيسية والتحاليل الرئيسية زي CBC, ASR, CRP, TSH, NTDG تحليل البرازي العادي اوقل تباد انستول فيه كالكالبرتكتر مهم جدا واصلا لو طلع ايجابي بيقولك ان دي انفرماتوري ديارية وتخش في التشخيصات بتاعته ستول كالشر انسينسيتيفتي وزائف الكلا ووزائف الكبد لو كل ده عملته ولسه ما وصلتش للتشخيص فالمريض بتاعك ممكن يحتاج منظر وعينة وبعد كل ده برضو لو لسه مش وصل للتشخيص فممكن طبعا تحوله لطبيب مختص في الجهاز الهضمي ويبقى كده خلصنا حلقتنا النهاردة يارب تكون الصورة واتحت شوية قدامنا هسيب لك مصادر الموضوع ده في الوصفة أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم